9 أشخاص لن تصدق أنهم موجودين في الواقع مرحبا بكم جميعا يعيش في هذا العالم أكثر من 7.5 مليار شخص ولكن على الرغم من أننا نتشابه في أشياء كثيرة سويا إلا أنه من المستحيل أن تجد شخصين متماثلين تماما حتى أن التوائم يمتلكون بعض الاختلافات التي تميزهم عن بعضهم كما أن هناك بعض الأشخاص في هذا العالم يختلفون اختلافا تاما عن البقية من حولهم لهذا الفيديو سنشاهد معا بعضا من هؤلاء الأشخاص ونتعرف على قصتهم الحقيقية ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تضغطوا إعجاب على الفيديو وأن تتابعوا قناتنا وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد أولا جيف ديب يعتبر الجيف ديب الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية مصارعا بالأيدي منذ أن كان صغيرا وعلى الرغم من أنه لم يستطع أن يحقق أرقام قياسية في هذه الرياضة إلا أنه ظل مشهورا وسط الكثيرين والسبب في ذلك يرجع إلى يديه الضخمة جدا والتي تختلف عن أي إنسان عادي عندما كان يبلغ عمر الجيف 17 عاما خاض أول مصارعة بالأيدي مع شخص عادي وتفاجأ الحاضرون من يديه كثيرا ولم يتمكن الخصم الذي أمامه من الصمود طويلا وغلبه جيف ديب في وقت قليل جدا شاهد معي هذا الفيديو وستندهش من حجم يديه وعندما كبور ازدادت قوة جيف ديب وأصبح الكثيرون يلقبونه بلقب الهالك نظرا لضخمة يديه وبالرام من قوته المذهلة التي تختلف عن أي إنسان طبيعي تعرضت جيف ديب لحادثة إصابة في يديه عندما كان في منافسة مع خصم له بمصارعة الأيدي والتي استمرت المنافسة لمدة ثلاث دقائق في عام 1986 ومنذ ذلك الحين قررت جيف أن يتوقف عن ممارسة الرياضة لفترة مؤقتة وبالفعل عادت جيف ليمارس رياضة مصارعة الأيدي مرة أخرى في عام 2012 ولكن باستخدام ذراعه الأيسر فقط في المسابقات وحتى الآن تتميز يده بالمظهر العجيب والمرعب بالنسبة لأي شخص يفكر العبث معه أو يود التنافس معه في رياضة مصارعة الأيدي ثانيا بيرون شينكر تم تسجيل بيرون شينكر الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في موسوعة جينيس لكونه صاحب أكثر لسان متسع على مستوى العالم وقد اكتشف بيرون تميزه هذا عن طريق الصدفة عندما رأى في كتاب صورة للشخص الذي كان من المفترض أن يكون أكثر لسانا متسعا على الإطلاق فأحس أن لسانه هو أكثر التساعا منه وبالفعل قاس بيرون لسانه ووجد أن التساع لسانه يصل إلى ثمانية سنتيمتر وبعد أن تم تسجيله بهذا اللقب أصبح بيرون من أشهر الرجال الموجودين في منطقته بنيويورك وأظن أنه قد ورث هذه الميزة لابنته أيضا حيث أنها تعتبر المرأة ذو اللسان الأكثر اتساعا على مستوى العالم وقد كان اتساع لسانها أقل بعض الشيء من والدها حيث وصل إلى 7.3 سنتيمتر ولكنه كان كافيا من أجل أن تسجل في موسوعة جينيس هل تواجه مشكلة في إيجاد مقاسك المناسب بالأحذية؟ حسنا فعليك أن تحمد ربك بأنك لست جيسون رودريغيس حيث أن جيسون لاحظ بعض أن أتم سن البلوغ أن قدمه كبيرة جدا عن المعدل الطبيعي وأنه لا يجد مقاسا مطلقا حيث كان يضطر إلى تفصيل أحذيته حتى يتمكن من اتدائها لذلك فقد ادعى جيسون أنه يمتلك أكبر وأطول قدم في العالم فقد قيصت قدمه ووجدوا أن قدمه الأيمن يصل طوله إلى 40.1 سنتيمتر بينما يصل طول قدمه اليسرى إلى 39.6 سنتيمتر وبعد سنتين ازداد طول قدم جيسون رودريغيس ووصل قدمه إلى 40.55 سنتيمتر و40.47 سنتيمتر لذا تواصلت جيسون رودريغيس مع موسوعة جينيس مرة أخرى من أجل أن يؤكد ويسجل رقما قياسيا جديدا وكما قلنا كانت جيسون يضطر إلى ارتداء لحذية المفصلة له خصيصا ولكنها أيضا كانت تهلك في مدة قصيرة جدا نسبة إلى كبر وطول وقوة قدمه وبالتالي كان يضطر إلى ارتداء صنادل مفتوحة حتى تبقى معه مدة أطول في البداية كان هذا الأمر يسبب إحراجا وخجلا للجيسون ولكن بعد أن تم تسجيله في موسوعة جينيس أصبح فخورا بأنه صاحب أكبر قدم على مر التاريخ رابعا فيكتوريا رايت ولدت فيكتوريا بمتلازمة مرضية جعلت وجهها يبدو أكبر من الطبيعي كثيرا وهذا ما جعل مظهرها يبدو قبيحا بالنسبة للكثيرين فكان من الصعب عليها التأقلم على شكلها الغريب عن بقية من يتواجدون حولها وأكثر ما قد كان صعبا على فيكتوريا هو فترة طفولتها التي قابلت فيها الإزراء والسخرية والحزن الدائم بسبب زملائها الذين كانوا يسخرون منها دائما ولكنها عندما بدأت تكبر وتبلغ قررت أن تتقبل الإهانات ولا تجعلها تؤثر بها وأن تحب نفسها ومظهرها التي خلقها الله به تعاني فيكتوريا حتى الآن من الصداع المزمن لأن رأسها أكبر وأثقل وزنا من الرأس العادية مما يسبب ضغطا على الرقبة وعلى العمود الفقري ولكن فيكتوريا رفضت أن تخضع إلى عملية جراحية تجميلية معللة ذلك بأنها سعيدة بوجهها في معظم الوقت وأنها لن تجري عملية جراحية وتغير شكلها من أجل أن تجعل الآخرين سعداء برؤيتها وهي الآن تعيش حياة طبيعية جدا وتتطوع في بعض المؤسسات التي تدعم ذوي الإعاقات من أجل أن تلهمهم وتجعلهم يتقبلون حياتهم كما هي ولا يتأثر بكلام وازدراء الآخرين لهم يمتلك الكثير من الأشخاص قدرات خارقة تمكنهم من عمل حيال مضحكة مثل أصحاب الألسنة الطويلة الذين يقدرون على تحريك لسانهم بشكل مضحك بالنسبة لنا ولكن كيم جودمان تمتلك موهبة غريبة لا أعرف بالضبط إن كانت مضحكة أم مخيفة فهي قادرة على أن تجحض عينيها للأمام بشكل غريب انظر معي إلى هذا المشهد وستدرك ما أقول وبما أنه لم يتواجد أي شخص في هذا العالم يمتلك نفس القدرة مثلها أو أكثر منها فقد تم تسجيل كيم جودمان في موسوعة جينيس كصاحبة أكثر عين جاحظة للخارج وبالرغم من موهبتها غير العادية إلا أنها تعيش حياة عادية في شيكاغو ولا تشعر بأي اختلاف يميزها عن الآخرين باستثناء جحظ عينيها بالتأكيد اكتشفت كيم جودمان موهبتها تلك عندما كانت صغيرة وحدث موقف عصبها كثيرا فوجدت أن عينيها تفعل ذلك تلقائيا منذ تلك اللحظة بدأت كيم جودمان في التدريب على موهبتها تلك لتزيد من جحظ عينيها أكثر فأكثر حتى تم تسجيلها في موسوعة جينيس يشتهر باول كارسون باسم أب كائنات سميرفز وقد ظهر لأول مرة في وسائل الإعلام الأمريكية عام 2007 وأخبر الرجل وسائل الإعلام أنه بدأ يتحول إلى اللون الأزرق في أعوام التسعينات عندما قرر أن يستخدم الفضة الغروية المصنوعة في المنزل من أجل أن يعالج التهاب الجلد فبدلا من أن يذهب إلى الطبيب ويستشيره قرر أن يعالج نفسه بنفسه عن طريق استخدام الفضة الغروية لأنها تعالج الكثير من الأمراض بشكل مثالي ولكنه للأسف بسبب قلة خبرته قام بوضع كمية كبيرة زائدة عن الحد من الفضة الغروية في الماء الذي سيشربه وهذا ما أدى إلى تحول بشرته إلى اللون الأزرق الموجود أمامكم وكشف الأطباء عن أن أي جرام واحد من الفضة الغروية يمكن أن يسبب هذا بالبشرة وفي عام 1999 قامت منظمة الأغذية في العالم بمنع استخدام الفضة الغروية بالأغراض الطبية ومذ ذلك الحين أصبح باول باللون الأزرق الذي أمامكم الآن وقد انتقل من ولاية إلى أخرى ليحاول إيجاد حل أو استشارة طبية لما هو عليه الآن ولكن كل محاولاته باءت بالفشل كون باول حياة عادية وتزوج من امرأة أحبته وهو بهذا الشكل وأكد الأطباء أن صحته جيدة وأن التغير الجذرية بلون بشرته لم يؤثر على صحته مطلقا وقد توفي باول كارسون عام 2013 نتيجة بإصابته بأزمة قلبية حادة حقق ميمت أوزيرك الذي يعيش في تركيا لقب أطول أنف على مستوى العالم وهو يستحق هذا اللقب بالفعل إذ أن أنفه يصل طولها إلى 8.8 سنتيمتر ووفقا لموسوعة جينيس لم يتواجد أحد على مستوى العالم بمثل طول الأنف هذا على الإطلاق والغريب في الأمر أن أنفه كانت تستمر في النمو لذلك تلقى هذا اللقب عدة مرات وتغلب على نفسه ففي عام 2007 حصل ميمت على هذا اللقب لأول مرة من موسوعة جينيس وبعد مرور أربع سنوات حصل على اللقب مرة أخرى نتيجة أن أنفه نمت قليلا وأصبحت أطول وفي كل عام كان أنف ميمت يزداد في النماء بطول 1 مليمتر وبذلك فقد حصل على اللقب كل عام حتى مماته في عام 2017 أي لمدة عشر سنوات من حياته ثامنا يوجينشيا تحلم الكثير من السيدات أن يمتلكن رموشا طويلة وكثيفة حتى أنهن يستخدمن مساحق تجميل من أجل تطوير رموشهن وفي ذات الوقت يمتلك بعض الأشخاص سواء رجالا أو نساء رموشا طويلة بشكل طبيعي ومن دون استخدام أي مساحق أو مقويات أما بالنسبة لهذه السيدة فأظن أن رموشها طويلة لدرجة جعلتها تخرج من نطاق الجاذبية إلى نطاق الغرابة فهي تمتلك رموشا طويلة جدا لدرجة أنها قد سجلت في موسوعة جينيس كصاحبة أطول رموش بالعالم حيث قاس العاملون في مؤسسة موسوعة جينيس لرموشها ووجدوا أن طولها يصل إلى 12.4 سنتمتر وبالمقارنة بعبوات الصود عليك أن تعلم أن طول عبوات الصود يصل إلى 11.5 سنتمتر أي أن رموشها أطول من عبوات الصود بواحد سنتمتر كانت تعيش يوجينشيا حياة عادية وتعمل كمديرة لشركة استثمارات كبيرة ولكنها في مرحلة ما بحياتها قررت أن تستقيل وتنتقل إلى الطبيعة وبدأت في زرع الورود وباعها وهنا بدأت رموشها في زيادة الطول فهل تعتقد أن هناك علاقة بين تركيوجينشيا لوظيفتها وطول رموشها بهذا الشكل؟ تاسعا ديفيد ساميول سنجير يعد ديفيد صاحب أطول رقبة في العالم فهو يعاني بشكل عام من ضعف في جسده وعدم قدرته على اكتساب الوزن لأن جسمه لا يمتص أي مواد غذائية يأكلها ولكن بالرغم من ذلك فهو يمتاز بالصحة الكاملة وعمل أعضائه بالكامل بشكل طبيعي يبلغ وزنه أربعون كيلو جراما بينما يبلغ طوله واحد فاصل ستة متر اشتهر ديفيد على وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا إذ أنه قام بتصوير بعض مقاطع الفيديو المضحكة له حتى حصل على اثنين مليون متابع وأكثر ما يميزه هو رقبته الطويلة جدا وجسده الرفيع جدا أيضا أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم أراكم في الفيديو القادم موسيقى